أولا هل هذا دود أم ماذا وما هذه الأشواك الذي به ولماذا يمشون بخط مستقيم وراء بعض ثانيا بماذا تفكر هذه الغوريلا بهذا الشكل المتعصب والعميق تخيل يا صديقي أن هذه الغوريلا تعترض طريقك في يوم من الأيام هل ستخرج من هذه المعركة دون خسائر ثالثا هل هذا الكائن الذي يتراقص حقيقيا مظهره يبدو مريب رابعا لماذا يلبسونه الشعر المستعار يبدو مظهره مضحك بهذا الشكل خامسا يبدو أن صدقتهم قوية حقا لطفاء هؤلاء الصغار سادسا انظروا إلى هذه السمكة الصغيرة الجميلة ولونها الزهي سابعا انظروا إلى فم هذا الثعبان وهو يتثائب ثامنا لماذا يحمل قلبا في يده هل هو لزوجته تاسعا انظروا إلى هذه البومة الضخمة كم مظهرها رائع عاشرا انظروا إلى هذا الأرنب الضخم وكم هو جميل أحد عشر لون هذه السحلية يبدو رائع اثنى عشر لماذا هذه القطة نحيفة وبشدة لكن رغم ذلك تبدو لطيفة ثالثة عشر ما هذا الطائر الغريب ذو الأنف الكبيرة والريش الذي على رأسه رابعة عشر انظروا على هذا الفأر وهو يأكل الفراولة يبدو لطيف بهذا الشكل والفم الممتلئ خامسة عشر انظروا كيف يلعب هذا الفيل مع صديقه كم يبدوان لطفاء أشعر بالكثير من الحب سادسة عشر انظروا على هذه السلحفات العجوز كم هي ضخمة وكبيرة سابعة عشر هذه اكبر اذن قطة ممكن ان تراها يا صديقي مظهرها يبدو غريبا ثامنة عشر يبدو ان هذه الصغيرة تحبه حقا انظروا كيف تتقربوا منه ثاسعة عشر انظروا الى هذا الصغير ووالدته كم هم لطفاء يبدو انهم عائلة سعيدة عشرون لا اعلم اسم هذا الطائر الغريب لكن عيونه السوداء ومظهرهم يبدو مخيف ان كنت تعلم ما اسمه اذكره لنا في التعليقات واحد وعشرون هل تلاحظون ان هذا الطائر يبدو سمين ام انا من يلاحظ هذا فقط اثنان وعشرون هكذا تنظف السلحفات نفسها مظهرها يبدو مضحك ثلاثة وعشرون تبدو صدقتهم لطيفة حقا اربعة وعشرون هل هذا فأر لماذا قدميه تبدو غريبة بهذا الشكل خامسة وعشرون هذه اليرقة تبدو جميلة من كثرة جمالها تشعر كأنها مرسومة سادسة وعشرون لماذا شعره يقف بهذا الشكل هل هو تعرض لصاعق كهرباء هذه الام وابنها يبدو مستمتعين وعلاقتهم لطيفة حقا انظروا على حنيتها مع طفلها واحتوائها له ما هذه الضحكة على الرغم من لطفها لكن تشعرك بالخوف انظروا الى هذه اللامة اللطيفة التي تأكل قشور التفاح يبدو انها تساعد هذه الطفلة ينام بطريقة لطيفة ما اجمله لماذا يمشون بطريقة مضحكة اشعروا كأنهم يلبسون حذاء هذه الدجاجة عجيبة حقا لونها الاحمر ولا يوجد عندها ريش واضافة على ذلك ترتدي سلسال يقول صاحب هذا المقطع انه كان يريدها ان تطير لكن كانت تتمسك به وبشدة هل هذا القرد يعرف هذه القطة لانه يبدو انه هو ايضا يجلس على الشاطئ ويستمتع بوقته يبدو لطيف وهو مستمتع بالماء هل هو يشعر بالحرارة مثلنا مظهر هذه الفقاعة التي في الضفدع مظهرها غريب ومذهل انظروا الى هذه المعركة الشرسة اشعر وكأن هذه السحلية هي الاقوى في هذه المعركة لان القطة تبدو لطيفة هل هذه القطة كانت تجلس على الشاطئ يبدو من ملابسها انها كانت تستجم هذا الطائر يبدو مظهره غريب بهذه العيون الحمراء هل تعرف ما اسم هذا الطائر ان كنت تعرف اذكره لنا في التعليقات انظروا الى استحمام هذه البومة اللطيفة انظروا الى هذا الصغير اللطيف يبدو ان صديقه يعامله كأنه ابنه كل ما دعوت الله به سيتحقق كل امنياتك المخبأة ستحصل عليها وستقر عينك بما تتمنى لم تكن صدفة ان تسمع ذلك سبحان الله وبحمده تأكد ان اختيارات الله هي دائما الافضل وان ما يفعله الله هو الخير لك فلا تحزن وتأكد انه رحيما بك سبحان الله وبحمده ما تمر به الان ما الا اختبار لصبرك وتحملك وبعد ذلك جبر الله سيداوي كل اوجاعك فقط قل سبحان الله وبحمده كل الالام التي مررت بها سيجازيك عليها الله وسيعوضك اضعاف اضعافها وكل من طفئ بداخلك سيزهره الله قل سبحان الله وبحمده لا تحزن ولا تجزع نصر الله قادم والفرج قريب فقط قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قد حان وقت الفرج والسعادة والبهجة وتحسن الاحوال جاء وقت نصرك وفرحتك هذه البشارة للقادم لك فقط اذكر الله سبحان الله وبحمده الله لا ينسانا يا صديقي الله لطيف بعباده ورحيم ونصره قريب فقط تقرب اليه واذكره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل الضيق والجروح والتشتت الذي داخلك سيمحيه الله وسينبت مكان هذه الجروح ورود وسا ينير الله بك ما اطفأته الايام فقط اقترب وقل سبحان الله وبحمده الله يحبك ليريك هذه البشارة سيصلح الله الخراب الذي داخلك سيرزقك الله بكل الخير الذي تريده وسيفتح لك كل الابواب فقط قل سبحان الله وبحمده اشتركوا في القناة